بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين أما بعد يقول الناظم إمام بيقون رحمه الله تعالى والفرد ما قيدته بثقة أو دمع أو قصر على رواية الفرد يطلق ويراد به ما تميز عن غيره ومن فصل عن غيره فهذه المادة الفاء والراء والدال تدل على هذا المعنى التميز والاختصاص تميز عن غيره اختصى بشيء عن غيره قال الفرد فتميز واختصى بشيء ومنه قوله مجافي الحديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الدمعة وحده جاء في بعض الروايات أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفرد يوم الدمعة بالصيام فقال جابر رضي الله تعالى عنهما في الحديث قال نعم أن يفرد وفي الروايا نهى النصام وحده وفي الروايا لا تخص يوم الجمعة بصيام دون سائل الأيام فمعنى الفرد عموما في اللغة يدل على هذا الذي ذكرت وأما في الاصطلاح فهو على قسمين لكن هنا عمم فقال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي فذكر له ثلاثة أقصى والفرد ما قيدته بثقة أي ما تفرد بروايته ثقة ما عن شيخه فهذا يسمى بالفرد كحديث ما الأعمال بالنيات تفرد بروايته عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد بن صاري وتفرد بروايته عن علقمة محمد بن إبراهيم وتفرد بروايته عن عمر علقمة وغيره من الحديث كثيرة والفرد ما قيدته بثقة ولا ينزم أن يكون الذي تفرد بالرواية ثقة فقد يكون ضعيفا فيقال لم يرويه عن فلان إلا فلان لم يروي عن فلان إلا فلان تفرد به فلان وهذا ينص عليه أهل العلم في كتب الحديث من ذلك كتاب كتاب الطبراني المعجم الأوسط فإنه كثيرا ما يشعر إلى مثل هذا لم يرويه عن فلان إلا فلان ولا عن فلان إلا فلان تفرد به فلان أمثلة كثيرة إلا فلان إلا رجعت إلى معذة من تبراني الأوسط تقرأ فيه لأي ما قريتش ماش تكشف لأي يك هذا لأي بعد الدرسة تقرأ ما انتبهت لكش اسمح لي ما انتبهت لكش غير مكتوب بعد الحلقة تكتب لم أنتبه لك تشوفون يعني ما ما انتبهدوش يحتاج إلى النظارة يعني يعني ممكن وراء لا واحد في الطريق وما انتبهدوش ما يقولش يخلو زرفين عني ما سلم اي فالطبراني هذا معجب الطبراني الأوسط والامام الطبراني يقول هذا الكتاب مرحو الله يقول WHAT هذا الكتاب حياتي أيوه الطبراني امام الطبراني أبو القاسم أحمد بن أيوب أحمد بن سليمانakukan الطبراني هذا لها قصة عجيبة الطبراني له قصة عجيبة في تبين فضل العلم ولذة العلم كان هو بينه وبين أحد الأئمة الجعابي شيء من الكلام والمنافسة فوقع أنهما اجتمع بحضرة السلطان ووقع كلام بينهم فهذا يقول بالشيء من علم آخر يضب وهذا يقول الآخر يضب الآخر فقال الجعابي عندي حديث لا يوجد عند أحد في الدنيا فقال الطبراني هاته قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا فلان إلى آخر فقال له الطبراني أتدري من هو أحمد بن سليمان قال له قال أنا قال فأنت الحديث الذي ليس في الدنيا عند أحد إلا أنت ترويه نازل بدرجة أرويه عني الآن ترتفع بدرجة قال السلطان وددت أن كنت مكان الطبراني في ذاك الزماء في ذاك الوقت ووقيهم الدنيا وما فيها كل ما عنده سلطان واسنين هذا ما يدل على لذة العلم فكتاب الطبراني الأوسط المعجب الأوسط كتاب نافئ جدا يذكر فيه كثير من هذه الأمثلة قد يتفرد عن الثقة الثقة أو ضعيف قد يتفرد أيضا حتى عن الضعيف ثقة أو ضعيف آخر وهذا مهجب الطبراني الأوسط مطبوع مطبوع طبعتين طبعة بتحقيق محمود الطحان الشيخ الدكتور أحمد الله توفي قريبا وطبعة أخرى أحسن طبعة في دار الحرمين بتحقيق على الشيخ طالق عباد الله وأبو معاذ كذا آخر لا طالق عباد الله وآخر وهذا الطبعة يعني أحسن من حيث الجودة وتحقيق أصل فهذا الكتاب تقرأون في أي جزء منه تفتح تقرأ تجد هذه أمثلة كثيرة فإذن قال وأيضا يسير إلى هذا الانفراد غيره كالبزار في مسنده ومثل كتاب الطبراني الأفراد الطبراني الذي اهتم به بن ظاهر المقدسي ففي كتاب سماه طبعة بالأطراف أطراف ما أجم أطراف الأفراد والغلائب جمعه ابن طاه المقدسي وأصل الكتاب للدار قطني يذكر فيه الأفراد كذلك نعم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية أي أن يرويه جمع منه أن يتفرد بروايته جمع دون غيره ولهذا إذا صار الإنسان يقرأ في كتب الحديث تجد أن هذه رواية تفرد بها أهل المدينة أو هذا حديث بصري أو هذا حديث تفرد به أهل الكوفة أو هذا حديث تفرد به أهل مكة أو أهل مصر أو كذا تفرد بروايته قطر دون غيره أو قصر على رواية أو قصر ماذا على رواية فلم يرويه عن فلان إلا فلان فالأول والفرد ما قيدته بهقة أي لم يرويه من الثقات إلا فلان أما هذه قصر على رواية لم يروي عن فلان إلا فلان بغير حصر أو قصر على كونه ثقة أو لا واضح هذا مقصوده هاون نعم فكأنه أشار إلى ثلاثة أنواع الأول ما تفرد به ثقة بأن لم يرويه من الثقات إلا هذا الثقة والثاني تفرد به أهل بلد معين أو جمع معين أو نحو ذلك والثالث تفرد به راوي مخصوص فلم يرويه عن فلان إلا فلان هذه ثلاث أنواع ذكرها الإمام البيقوني رحمه الله تعالى رحمة الله عليه مخصوص وبعض العلماء يجعل الفرد على قسمين كالغريب على قسمين أو يجعل الغريب على قسمين الغريب المطلق والغريب النسبي كما قال الحافظ في نخبته ثم الغريب ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو أو لا فإن كان في أصل السند فهو الغريب فهو الغريب المطلق وإلا فهو الغريب النسبي فهو الغريب المطلق ويقل إطلاق لفظ الفرد عليه أو الغريب النسبي ويقل إطلاق لفظ الغريب عليه هذا يدل على أن بين الغرابة والفرد تدافر عندنا الغرابة المطلقة وعندنا الغرابة النسبية إذا كان واحد ما فهمش يقول ما فهمش ما تخلوش معلومات روح عليكم هكذا ها طيب الغريب المطلق ما هو الغريب المطلق يعني لم يروه إلا فلان مثل حديثنا من أعمال بالنية لم يروه إلا عمر من الصحابة الكرام ولا عن عمر إلا علقما ولا عن علقما إلا محمد بن إبراهيم ولا عن محمد بن إبراهيم إلا يحيب السعيد هذا غريب مطلق هذا غريب مطلق ويقل ويطلق اسم الفرد عليه هذا يطلق يقال غريب يقال غريب أو أن لا تكون الغرابة في أصل السند بمعنى أن تكون الغرابة بالنسبة إلى شيء معين وهذا الذي يسمى الفرد فإن كانت الغرابة في أصل السند وهو الذي سبق قول البيقول فيه وقل غريب مار وراو فقط وقل غريب نعم مخرج نعم هكذا وبعدين انتصر الحديث وبعدين انتصر الحديث أو لو مخرجهم نعم وقد يكون الأصل والمخرج أصل مخرج أصلي ومخرج فرعي واضح؟ يعني مثلا حديث حديث يرويه أبو هريرة من الصحابة الكرام يرويه أبو هريرة وعمل عبد الله بن عبد العاص وعائشة وأبو سعيد الخدري أبو هريرة يروي عنه كم؟ جمع وكل واحد من تلاميذة أبو هريرة لأنها تلاميذة أبو هريرة كثر منهم المدني ومنهم المكي ومنهم البصري ومنهم الشامي وأبو هريرة قد خرج وتولى القضاء وتولى الإمرة في الشام فعندنا روة فأصل المخرج المطلق أبو هريرة نأتي الطبق لتحت هذا عندنا روة كثر نأتي إلى راوح نبي هريرة مثلا الأعرج مدني فهو أصل السند بالنسبة لمن مخرجه في المدينة ويأتي روات آخر وهكذا فعندنا أصل السند مطلق وفرعي أصلي وفرعي نعم إذن قلنا الغرابة أن يتفرد بالرواية راو واحد هذا يسمى الغريب يسمى الفرد لكن يقال غريب يقال غريب فالاسم يطلق عليه الغريب الاسم يقال غريب ولكن الفعل أكثر ما يستعملون الفعل ماذا فعل التفرد يقال تفرد به فلان لكن في الاسم يقولون غريب لا يقولون فرد يقولون غريب واضح؟ ولا يستعملون قليل ما يستعملون أغرب به فلان واضح؟ إذن الغرابة المطلقة هو أن تكون في أصل السند مخرجه الأصلي أو الفرعي بأن يتفرد بالرواية راو واحد واضح؟ والفعل يستعمل التفرد يقال تفرد به فلان لكن سميه سميه الغريب الغريب المطلق سميه الغريب المطلق وقل ما يقال أغربة لا يقال القسم الثاني الغريب النسبي وهو غرابة نسبية أي بالنسبة إلى كذا واضح بالنسبة إلى كذا يعني مثلا حديث ما يرويه جمع من التابعين جمع من التابعين عن جمع من الصحابة ولكن لم يرويه عن صحابي ما إلا واحد يعني هذا الحديث مشهور عن صحابي فلان مثل حديث الاستخارة مثلا ولحديث الدعاء هو العبادة جاء النعمان الرشير وفلان جمع من الصحابة لكن قد يأتي صحابي ويروي لنا هذا الحديث عن صحابي يأتي راوين ويروي لنا هذا الحديث عن صحابي ما فهنا تفرد نسبه يعني بالنسبة لهذا الصحابي لم يرويه عنه إلا فلان وإلا فالحديث مشهور عن غيره عن صحابي آخر أو جمع من الصحابة واضح فهذا غريب نسبه وهذا الذي يسمى في ماذا يكثر عليه إطلاق اسم الفرد هذا يكون حديث فرد تفرد ويشتعمل لفظ التفرد تفرد به فلان أو أن يكون التفرد بالنسبة بالنسبة لماذا لجمع بالنسبة أو بالنسبة لجمع يعني حديث مخرجه عن أهل البصرة لم يرويه عنه البصرة إلا فلان أو أهل كوفة أو أهل مدينة أو أهل مكة أو أهل مصر أو غير ذلك واضح؟ أمثلة هنا ذكر أمثلة حديث عمر الخطاب أنه سأل أبا وائل الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر عمر يسأل أبا واقد الليثي أي الصحابيين أشهر عندكم عمر ولا أبو واقد عمر أول في السنة وهو أول في السنة نعم أيوة الذي يقرأ السنة وقلبه صاف عن الصحابي هذا كيف يفسر هذا الحديث عمر أقدمه إسلاما وأشهر وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة الثانية أمير المؤمنين وأكثر ملازمة تقول أكثر ملازمة هو ما يعرف هذا يعني ما كاش صلي العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم السنة الذي يتبع الأحاديث ويعظم الصحابة يحمل هذا على محامه يحمل هذا على محامه باب المذاكرة عمر قال كنت أتناول مع رجل أنصاري أنزل أنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسمع ما يقول وأرجع أحدثه ثم أنشغل من غد بالسوق وهو ينزل فيسمع ويخبرني ما يقوها كذا فيمكن أنه يستذكر ما قد كان فاته باب مذاكرة أو من باب زيادة العلم فلربما عند أبي واطد علم لم ليس عنده فاته ولربما يكون يخشى أنه نسي ولربما يريد تعليمه ما كان يقرأ فإن أجاب أكده فصار الحديث مروي من طريق عمر أبي واكد وإن لم يجب فيعلمه ويقول قال كذا واضح ولكن الذي قلبه مريض أو يطعم في السنة أو في قلبه شيء عن الصحابة يقول لك هذا يأتي في مثال ليس مناقب عمر يقول مثالي يقول أنتم تقولون عمر أمير المؤمنين وخليفة الثاني وكان ملازم للنبي صاصم الذي يلازم يحتاج أن يسأل ما يقرأ هو يعلم الناس والشيقوا في العيد وليس هو الذي يتعلم ويسأل هذا فعل من فعل الظوافد فعل الظوافد يقرأون كتب السنة ليستخرجون مثل هذا وفعلهم هذا في الحقيقة يعني مردود عليهم فينتبه الإنسان لهذا فسأل ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر قال كان يقرأ فيه ما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر هكذا جاء بالحديث وهذا الحديث عند مسلم الحافظ العراقي قال في كتاب التبصر والتذكرة قال وقد ورد هذا الحديث من رواية ضمرة ضمرة ابن سعد المازني أو ضمرة ابن سعد المازني عن عبد الله ابن عبد الله عن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لم يرضه من الثقات إلا ضمرة وقد روي من وجود أخرى ضعيفا فهذه تفرد هذا الثقة مثلا قال حديث آئشة لما استنكر بعضهم صلاة الجنازة في المسجد قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء سهل وسهيل أول اسمه إلا في المسجد سهل وأخير ماذا قال الحاكم قال تفرد به أهل المدينة وضواته كلهم مدنيون وقد روي بإسناد آخر عن موسى بن عقبة عن عبد الوعاحد بن حمزة عن عبد الله بن الزبير عن آئشة وكلهم مدنيون لم يشركهم فيه أحد أو لم يشاركهم فيه أحد هذا حديث مدني الحديث إذا كان مدنيا لا تخاف لأن أهل المدينة لم يشف فيهم كذب وما كانوا أهل خطأ ولا غلط ولا فش فيهم التدليس ولا فيهم تدليس نعم ولربما ما يكونوا في أهل المدينة أو المكة شيء من الإرسال قد يرسلون أما التدليس فهذا كان بالكوفة وغيرها هذا الغالب مثال آخر حديث رواه أصحاب السنن من طريق سفيان بن عينة عن أبي وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل وائل ابن داود يروي عن ابنه هذا يسمى رواية هذا نوع نوع الحديث يسمى رواية الأكابر عن الأصابق أو رواية الآباء عن الأبناء طيب لماذا أهل الحديث فعلوا هذا خيّدنا هذا النوع حتى لا يريد عليك الخطأ أنت لما يأتيك الرواية فلان يروي عن ابنه هذا تقول تقول خطأ هذا عندك مخطوط مخطوط تقرأ فتجد وائل ابن داود عن ابنه تقول الخطأ عن أبيه الابن هو اللي يروي عن الأب وليس الأب يروي عن الابن أو كبير في السن متقدم عن صغير واحد يروي عن من هو في درجة أحفاده تقول فيه خطأ في الكتاب عوض أن يكون صغيرا كبير كان كبير فقيد العلماء الحديث هذا النوع سموا رواية الأكابع الأصار وفي ضمنه رواية الآباء عن عن الأبناء والسابق عن الله وغيره رواية الآباء عن الأبناء ويقيدون فإذا جاء مثل هذا تجد أن هذه السلاسل موجودة في هذا النوع من أنواع الحديث فينبغي للحديثي والمشتغل بالحديث أن يكون على ذراع بالله قال عن الزور عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى ما على صفية أولى ما يعني وليمة وليمة العرص بسويق وتمر بسويق وتمر سويق نوع من القمح من زوع القشرة يعني كان وليمته متواضعة صفية بنت حوي ها الإسرائيلية التي ينتهي نسبها إلى هارون عليه السلام فهي كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا عيروك فقولي زوجي نبي وابنة نبي وعمي نبي فزوجها محمد صلى الله عليه وسلم وأبوها الأكبر هارون وعمها موسى فهي محاطة بالأنبياء رضي الله وعنا وعضاها طيب قال تلمذي حديث غريب وقال ابن طاهر اللي قلت لكم من قبل هذا اسم ابن طاهر المقدسي القيسراء المقدسي نعم توفى سنة احتوى ثمانين وخمسمية أظن أو نحو ذلك كتاب كتاب الغرائب والأطراف هذا الكتاب للدار قطني مفقود لين موجود لكن ماذا فعل ابن طاهر كتب له الأفراد ولهذا لا يثنيك كتب لغيرك عن أن تكتب ما يفتح الله عز وجل به عليه لأنك لا تدري ما يكون البقاء له فكتاب الغرائب هذا كم موجود كتاب الغرائب كم موجود ماذا فعل ابن طاهر المقدسي جاء إليه ورتبه كتبه على الأطراف ضع كتاب الغرائب وبقي كتاب ابن طاهر فقد حفظ الله عز وجل لنا هذا الكنز بماذا بفعل ابن طاهر المقدسي القيسراني جزي ديوة توفزان سبع وخمسمية الهجري سبع وخمسمية الهجري كتاب مطبوع في مجلده لأنني موجود عندي هذا الكتاب كتاب كتاب الغرائب والأطراف ماذا قال قال غريب من حديث بكر بن وائل عنه تفرد به وائل ابن داود ولم يروه عنه غير سفيان ابن عيينة لم يروه عن فلن إلا فلن واضح نفهوم هذا الفرد عند أهل الحديث أو فيما ذكره البيقوني والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قص على روايتي ويعني في الحقيقة النظم هذا يعني نعطي فيه معلومات مقتضبة ومجملة ومختصرة فقط لمعرفة أنواع الحديث لكن لأنه إن شاء الله يأتي بعده كتاب أوسع فيكون التطبق إلى ما فيه توسع أكثر فإذا عندنا الغريب مارا وراوين فقط وعند الفرد ما قيدته بثقتنا وجمع عن قص على نوايتي الحاصل الغرابة التي تفرد بالحديث برواية الحديث راوين واحد إما تكون الغرابة في أصل السند أي حيث ينتشر أم مخرجه أصلي وفرعي فإذا لم يروه عن فلان تفرد به عن فلان لم يروه إلا فلان أو لم يروه حديث إلا فلان هذا الغريب المطلق نسميه غريب تفرد به فلان أو تكون الغرابة نسبية فهذا تفرد به فلان جمع أو أهل بلد أو تفرد به عن فلان عن فلان هذا يسمى الفرد يسمى ماذا الفرد نعم وهذا التقييد لا شك ولا غيب فيه ما يعين الحكم الحديث يعني التفرد بفائدة وسيأتي توسع في ذلك يعني التفرد ليست علّ بذاتها واضح؟ قد تجد كلام العلماء في كتب الحديث التخريج والحكم الحديث حديث ضعيف تفرد به فلان أو حديث معال تفرد به فالتفرد نفسه ليس إلا بذاتها لكن التفرد يعني مما يشتأنس به في التضعيف قد يغمز به أو مما قد يعين على بيان الضعف كون تفرد لأنه نأتي إلى شيخ معين فلا يروي عنه هذا الشيخ هذا عنده تلاميذ ملازمين في السفر وفي الحضر لكن لم يروي عنه هذا الحديث إلا واحد قليل الرواية وغير معروف وغير مشهور أو جمع يرويون عنه الأحاديث ولم يروي عنه هذا الحديث إلا فلان مثلا فهل هذا الضعوي يعني له المكنة العلمية في الحفظ والضبط والتدقيق تجعله يقبل منه التفرد أو لا هذا الذي يعني يقصد أيضا من بيان نوع هذا التفرد حتى يفهم ماضح نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعه وفيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر